كسر النصف واربعة وثلاثون قبل ما أبدي أشرح لكم الكسر النصف وما هو النصف راح أحتي لكم قصة مثل ما عودتكم كان يا ما كان في قديم الزمان كانت هناك أم ثقيرة الحال وليس لديها مال لشراء الطعام وكان للأم ولدان الولد الأول اسمه يزن والولد الثاني اسمه آدم أراد الولدان أن يتناولوا الطعام فقالوا لأمهم أمي أمي نريد أن نأكل الطعام فنحن جائعان فنظرت الأم إلى أولادها الاثنان فلم تستطيع أن تقدم لهما سوى تفاحة واحدة لكن كان ابن هايز مشاغب جدا أخذت تفاحة من أمه وقال لها يا أمي إنها تفاحة واحدة فهي لي أنا فتشاجر الولدان وأخذ أخيه الصغير بالبكاء فقالت الأم ماذا سوف أفعل فأنا لا أملك سوى هذه التفاحة الواحدة لأطعم هذان الولدان فجأة خطرت للأم فكرة أن تقسم التفاحة في النصف أن تقسم التفاحة بالتساوي بين الولدان فقالت لهم إن الله سبحانه وتعالى يحب العد فأنا يجب أن أعدل بينكما فقسمت الأم التفاحة فقسمت الأم التفاحة فعطت لكل واحد منهم نصف تفاحة بالتساوي فكل جزء فكل جزء من هذه الأجزاء يسمى نصف ويكتب النصف واحد على اثنان ستكون رحلة جميلة أليس كذلك؟ نعم ابتهج يا باي إنه مكان رائع لماذا تريد تقطيعها؟ لأن علينا مشاركتها معا وكيف سنحصل على قطع متساوية؟ إذا قمت بتقطيع الفطيرة من الوسط سأحصل على قطعتين متساوية تشكل كل قطعة النصف حبايب الحلوين شل اللي فهمنا أحنا من القصة؟ اللي فهمنا من القصة إنه أم فقيرة لا تملك سوى تفاحة واحدة كم تفاحة؟ تفاحة واحدة وكان لدى الأم كم ولد؟ يا شاطري الذكر كم ولد كان للأم؟ كان للأم ولدان أرادت الأم أن تطعم أولادها الاثنان هذه التفاحة الواحدة؟ ماذا فعلت؟ قسمت التفاحة بالتساوي إلى نصفين أنتبه شون قسمت التفاحة بالتساوي إلى نصفين؟ فأعطت لكل واحد من أولادها نصف هذا نصف وهذا نصف فكل جزء من هذه الأجزاء يمثل نصف كل جزء من هذه الأجزاء الاثنان يلا يا شطار نفتح الكتاب الكبير على صفحة ومائة وأربعة وثلاثون راح نحل فقرات أتأكد واحد قطعة حلوة قطعتها إلى قطعتين متساويتين ماذا تمثل كل قطعة؟ مثل ما شرحت لكم عن التفاحة نفس الشيء هنا نبع هذه قطعة دائرية الشكل قسمناها إلى نصفين قسمناها إلى نصفين ماذا تمثل كل قطعة؟ كل قطعة من عدها راح تمثلن نصف شون راح نكتب النصف؟ أسوي خط هذا الخط ماما اسمه خط الكسر شو اسمه هذا الخط يا شطار؟ اسمه خط الكسر شون راح نكتب نصف؟ ينكتب الواحد فوق والاثنان لجوه فيقرأ نصف أعيد أول شيء أبدي أسوي خط كسر هذا الخط ماما اسمه خط الكسر أكتب واحد على اثنان إذن مثلت هذه القطعة من قسمناها إلى قطعتين كل قطعة من عدهم صارت نصف هذه نصف وهذه نصف إذن ماذا تمثل كل قطعة؟ كل قطعة تمثل نصف وتكتب بهذا الشكل اثنان أضع علامة صح على الأشكال التي يمثل جزءها الملون نصف شي يريد؟ يريد النصف يعني نص دعنا نشوف هاي الأشكال منهم نعدهم مقسومة بالنص؟ هذا الشكل هل هي الأجزاء بيه مستاوية من قاسميه؟ القسم الملون بالأخضر مثل هذا القسم المملون؟ مستاويات؟ لا ما مستاويات إذن نعوفها نروح على هذا الشكل المربع المربع هل أجزاءها متساوية؟ هذا الجزء هنا إبقى هذا الجزء؟ الجزء الملون إبقى هذا الجزء المملون؟ نعم متساوية أحط جواها علامة صح عندي هذا الشكل دائرة تعالوا نشوف الأجزاء من قاسمها إنه قاسمها إنه أقسام متساوية هذا الجزء الملون هو بقدل هذا الجزء المملون؟ إبقى ده؟ مستاويات إثنين أنتم؟ نعم ما مستاويين فش نسوي له؟ نعوفه هذا الشكل مستاوية هذا الملون إبقى ده؟ ما ملون؟ أكو تساوي بياناتهم مامي؟ ده تلاحظون أكو تساوي هنا؟ أكو تساوي؟ لا ما مستساويات؟ هذا الجزء كبير وهذا الجزء صغير إذن لا يوجد أي تساوي بياناتهم ما كو هنا نصف ولا كو هنا نصف نصف لازم ينقسم بالنصف بالنصف بأجزاء متساوية سرح نجي على هذا الشكل يا شاطر بيكم يعرف هذا شنو الشكل؟ مربع ممتاز خلني جي نشوف هل هذا الشكل يمثل لنا نصف؟ خلنشوف نصف لازم الأزاء تكون متساوية أجزاءها متساوية إنه الملون يكون بقد الجزء الغير ملون هل هي أزاء متساوية يا شطار؟ نعم أحط تحتها علامة صح نانا شنو عدني؟ يا شاطري الذكر عنا ساعة خلني جي نشوف الساعة قاس مين الساعة؟ بالتساوي؟ هل الأجزاء اللي مقسومة عندنا متساوية؟ خلنشوف هذا الجزء الملون؟ ابقد الجزء الغير ملون؟ نعم باعوا هذا الجزء ابقد هذا الجزء إذن مقسومة بالنصف بالتساوي أحط علامة ثالثا ولون نصف الشكل راح نجي اللون هسه راح نستعمل قلم ألوان قلم ألوان أي أصباظ هذا الشكل كنا نعرفه مربع هذا الشكل مربع قاسميننا المربع إلى عدة أجزاء خلني جي نحسب كم جزء مقسوم المربع واحد اثنان ثلاثة أربعة إلى أربعة أجزاء متساوية يريد أحنا اللون نصف زين أحنا إذا عدنا أربعة واحد ثلاثة أربعة لازم إش قد نلون وإش قد ما اللون هسه راح نجي نشوف أنا عندي أربعة ألون اثنان وعوف اثنان نلون اثنان ونعوف اثنان حتى يصبح الشكل عندي نصف متساوي الملون والغير ملون تكون متساوين فهسة أنا راح ألون الكوم هذا النصف نونت لكم هذا النصف هسه راح نجي نشوف الجزء الملون متساوي مع الجزء الغير ملون إيه متساوي شون عرفنا أنه هو متساوي لأن عندي أجزاء اثنان غير ملونة وأجزاء اثنان ملونة إذا تساوت هسه عندي هنانة مربع المربع مقسوم إلى كم جزء مقسوم إلى جزئين واحد اثنان يريد نصف يريد من عدنا نصف يصير ألونهم الاثنان معاً يصير ألون هاي الجزء وهذا الجزء هو شيريد نصف إذن ألون بس جزء واحد حتى تتساوى الأجزاء حتى تتساوى الأجزاء من تلاون الماوة شوية تحافظون على الكتاب مالتكم تلوين حلوة أصباغ حلوة هسه راح ألاحظ أنه تساوت عندي الأجزاء هذا الجزء الملون هو قد الجزء الغير ملون هسه عندنا هذا الشكل شنو هو هذا الشكل؟ دائرة هل نشوف الدائرة كم جزء مقسميها مقسمة إلى أربعة أجزاء واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة مثل المربع، مثل المربع زين، إذا قاني عندي أربعة إش قد ألون وإش قد أعوفهم ما ألون يا شاطر يعرف ممتاز ألون اثنان وأعوف اثنان حتى تصبح الأجزاء عندي متساوية فلونت اثنان وعفت هذول الاثنان حتى تصبح الأجزاء شبيه متساوية عندي مثلث مثلث، هذا المثلث إلى كم جزء مقسوم؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة إذا قلنا أربعة إش قد نلون وإش قد ما نلون على ما يصير لنا نصف؟ إثنان نلونهم وإثنان نعوفهم هذني لونت، واحد، إثنان إش قد أعفني؟ إثنان، أصبح أدنى نصف، أصبح أدنى نصف سعندي هذي الدائرة الدائرة إلى كم جزء مقسومة؟ إلى جزئين، إلى جزئين كم جزء ألون من عندها على ما يصير عندي نصف؟ ألون جزء واحد، ألون جزء واحد جزء ملون، وجزء غير ملون هذا الجزء هو نصف، واحد على اثنان، وهذا الجزء هم نصف، واحد على اثنان هو يريد نصفين اللون؟ يعني هذ وهذ، هو يريد نصف واحد، إذن اللون بس نصف واحد سنكمل صفحة 135 من فقرة أحيل رقم أربعة سؤال، أضع علامة صح على الشكل الذي يمثل جزءه الملون نصف؟ إذن هذا الشكل هل الأجزاء مقسومة بالتساوي؟ وكل جزء منها يمثل نصف؟ نعم، إذن أحض علامة صح لأن الأجزاء عندنا مقسومة بالتساوي هذا الشكل، هل مقسوم بالتساوي؟ هذا الجزء، ابقت هذا الجزء؟ مقسومة بالتساوي؟ هل يمثل نصف؟ كلا، نعوفه، نروح على هذا الشكل هاي الدائرة مقسومة بالتساوي؟ كل جزء منها يمثل نصف؟ كلا، نعوفها، عندي هذا الشكل هل الجزء المقسوم بالتساوي؟ هل نشوف الأجزاء مقسومة بالتساوي؟ نعم، لأن كل جزء من عندها يمثل نصف، باعوا شون مقسوم؟ بالنصف، مقسوم بالنصف، بس مو بالتساوي، أحض علامة صح هذا الشكل متكون من أربعة أجزاء، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، زين، إذا أربع أجزاء عندي، أربعة أجزاء، هاي الأربعة أجزاء، بشلون لح نعرف إنه أحنا لوننا من عندها نصف؟ اثنان، تتلون، واثنان ما تتلون، تبقى مثل ما هي؟ إذن، مثلت النصف أم لا؟ نعم، مثلت النصف، لأن أجزاءها من تساوية، صارت عدي اثنان ملونة، واثنان غير ملونة، فمثلت النصف لأنها مقسومة بالتساوي، هذا الشكل من كم جزء متقسم؟ متقسم إلى أربعة أجزاء، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، هل هو مقسوم بالتساوي؟ وهل كل جزء منه يمثل النصف؟ نعم، با عمامة لأن عندي أجزاء اثنان ملونة، وأجزاء اثنان غير ملونة، إذن هو مثل النصف لونناه بالنصف، اثنان لونناهن، واثنان ما لونناهن، هذا الشكل هل هذا الشكل؟ أجزاء مقسومة بالتساوي، هل نشوف شكم جزء؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة عندي أربعة أجزاء، بس الأربعة أجزاء ملون بس جزء واحد من عدهة، إذن قسمها بالتساوي، احناش قلناه، إذا أربعة أجزاء لازم اثنان تتلون، واثنان ما تتلون، حتى يصبح عندي الأجزاء متساوية، إذن أعوفها لأن هي ما مقسومة بالتساوي خامسا، ألون نصف الشكل، يريد من عندنا اللون، عندي هذا الشكل، مقسوم إلى كم جزء هذا الشكل؟ مقسوم إلى جزئين، واحد، اثنان، إذا يريد النصف من عنده، يريد اللون نصف، يصير اللون هم الاثنان؟ لا، ما اللون هم اثنين هم ليش؟ لأن هو رايد نصف، إذن اللون جزء واحد، اللون جزء واحد، هاي لوننا الجزء، هسا صار عندي، صار عندي جزء ملون، وجزء غير ملون، جزء ملون، وجزء غير ملون، إذن لوننا أحنى نصف هذا الشكل لوننا، عندي هذا الشكل، هم يريد اللونه بالنصف، متكون من كم جزء؟ متكون من جزئين، إذا أريد ألون نصف، شون راح ألون؟ واحد ألونه، والثاني ما ألونه، لونت الأول، والجزء الآخر أعوفه ملون، حتى من أباوع علي أنه أنا لونت نصف، إيه لونت نصف؟ هذا النصف ملون، جزء هذا ملون، والجزء الثاني هو غير ملون، إذن أنا لونت النصف، هسا شكد عندي أنا هنا بهذا الشكل؟ إلى كم جزء مقسوم هذا الشكل؟ مقسوم إلى أربعة أقسام متساوية، مقسوم إلى أربعة أقسام متساوية، كل جزء منه يمثل نصف، ويريدنا نلون نصف، إحنا جلنا، يا شاطر يتذكر، إذا شفنا أربعة أقسام متساوية، كم جزء اللون وكم جزء نعوفه؟ ممتاز، نلون اثنان ونعوف اثنان، يلا، دعنا نلون اثنان، يلا يا شطار وياي، نبدأ نلون، لوننا اثنان، وعفنا الاثنان، ما لونناهم، ليش ما لوننا هذولها من الاثنان وياهم؟ ليش ما لوننا الأربعة أزاء؟ لأن هو شي يريد من عندنا ممتاز، لأن يريد من عندنا النصف، فلازم احنا نقسمها بالنصف، قسمنا بالنصف، اثنان تتلون، واثنان لا تتلون سؤال السادس، ارسم خطاً لتقسيم الشكل إلى جزئين متساويين وألون نصف الشكل، منطينا أشكال، اللي هو المربع ودائرة ومثلث، يريد من عندنا احنا نقسم هذا الشكل إلى جزئين متساويين المطلوب من عندكم مصطرة حتى ما ننقسم يكون الخط عدل ومتساوي، راح أجي أول شي على المربع، أريد أقسمي إلى نصفين، أدي أحط من هنا، مع ماما أحط المصطرة هنا، وأقسم أصبح عندي شنو؟ أصبح عندي جزئين متساويين، كل جزء من عندهم يمثل نصف، هنا عندي نصف وهنا عندي نصف، هسا شيريد من عندنا؟ ألون نصف، إذا ألون نصف يعني شقد راح ألون آني؟ ألون الجزئين؟ لا ألون جزء واحد، ممتاز، نلون جزء بس واحد، حتى شي صير عندنا؟ جزء ملون وجزء غير ملون جزء ملون وجزء غير ملون، هسا هذا الشكل عندي دائرة، يريدنا نقسم الدائرة، بعدين نلون نصف من الدائرة، هاي الدائرة، أحط المصطرة، أقسمها بالنصف، أقسمها بالنصف، بأجزاء متساوية، أن تكون الأجزاء متساوية، هسا راح اللون، كم جزء ألون من عندها؟ ألون من عندها جزء واحد، نلون جزء واحد يا ماما، هسا آني قسمة هذه الدائرة بالتساوي إلى نصفين، هسا صار عندي صار عندي جزء ملون، جزء غير ملون، هسا راح ألروح على المثلث، المثلث نفس الشين قسمه، أحط المصطرة، هيتش باعوا ماما، أنه يكون المصطرة عدلة، حتى ما يطلع لخطعتكم أعوج وكل شوية نمساح، بالقلن، نقسم المثلث إلى نصفين، قسمنا المثلث إلى نصفين، أي إلى جزئين، كل جزء من عندهم يمثل نصف، كل جزء منهم يمثل نصف، هسا راح اللون جزء واحد يقول لون نصف، هسا صار عندي صار عندي جزء ملون، وجزء غير ملون، انتهى موضوعنا لهذا اليوم، وتعرفنا على الكسر النصف، وحلينا التمارين، فقرت، أتأكد، وفقرت، وفكر، الواجب البيتي مانتكم حبابي ماما، انه راح نحل صفحة 134 وصفحة 135 في الكتاب، والدزول يستور على الفايبر، ورح أتابعكم إن شاء الله، وشكرا جزيلا لكم، مع السلامة، ترجمة نانسي قنقر